للمزيد ينضم إلينا من القاهرة عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي السوداني أستاذ عثمان أهلا وسهلا بك يبدو أن الأفق السياسي القائم بإمكانية الوصول إلى حل أو من قبل ذلك الوصول إلى تهدئة تسمح بعمل الممرات الإنسانية قليلة وقليلة للغاية اتساقا مع المعطيات الجارية على الأرض هذا صحيح؟ لا لا بالعكس أعتقد أنهما خطان متوازيان الخط الذي يمثل مسار التسوية والمفاوضات هو الآن متوقف لكن متوقف في وجود ربما بعض الجهود خلف الكواليس من عدة اتجاهات من جانب ممبر جدة من جانب ممبر دول الجوار من جانب الإيجاد هناك مساعي جدة خلف الكواليس لكنها متعطلة في المسار الذي فيه مفاوضات مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع لكن المسار العسكري في هذه النقطة الجيش قال أن وفده لم يقدر السودان وسيبقى في السودان إلى حين النظر في معطيات أكثر جدية وبحث الآليات القابلة للتحقق من خلال وقف فعلي لإطلاق النار يسمح بعمل الممرات الإنسانية ثم تراهن حضرتك على أن هناك عملا يتم خلف الكواليس كيف نفهم ذلك؟ هو انسحاب انسحاب الجيش هو في حد ذاته تفاوض يعني انسحاب ممبر الجيش من التفاوض هو عبارة عن استخدام الضغوط لم يقل أنه يرفض التفاوض أو أنه أنهى هذا المسار عمليا هو قال أنه يذهب إلى السودان لحين توفر الظروف المناسبة الظروف المناسبة معنا ذلك أن الوساطة المملكة العربية السعودية وأمريكا عليهم تحدث مع قوات الدعم السريع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان الجدة الأول إعلان وقع بعد أسبوع من بداية التفاوض فمعنا ذلك أن عملية التفاوض هي تسير وفق صورة مختلفة باتصالات بين الوساطة وبين قوات الدعم السريع للنظر في مطالب الجيش السودان كانت طرفان حاضرين في هذا المنبر وجرى توقيع في بعض المسارات أستاذ عثمان ولم يسفر الأمر عن شيء ذي بال وربما حتى تعمقت الأزمة على المستوى العسكري في المدن الثلاث للعاصمة الخرطم الآن عندما ينسحب ممثلو القوات المسلحة السودانية من هذا المسار ولو كان ذلك بشكل مؤقت كيف يمكن أن نراهن على تحقق شيء؟ يمكن أن نراهن وفق معطيات أخرى أولاً الوضع العسكري على الأرض الوضع العسكري الآن في صالح كفة الجيش السوداني بصورة كبيرة خاصة البحركة التي دارت أبسي من درمان أثبتت أن هناك تفوق كبير وأن هناك تقدم في الإستراتيجية أو التكتيك الذي يتبعه الجيش السوداني وهذا مؤثر جداً على معطيات التفاوض هناك أيضاً الضغوط التي تأتي من المجتمع الدولي المجتمع الدولي يمارس ضغوط بشدة سبول على جميع الأطراب للمصول إلى اتفاق ثم أن وجود منابر أخرى بدأت تنشط الآن من بردول جوار السودان الذي عقد الاجتماع الأول للآلية الوزارية وتوصل إلى خطة ثلاثية الأبعاد سياسية وعسكرية وإنسانية وهناك أيضاً ما تروح به الإيجاب من اجتماعات للمجموع أو المكون السياسي كل ذلك إضافة إلى الوضع الإنساني على الأرض وهو أيضاً ضغط جداً على الأطراف لأن الوضع الإنساني وصلت مرحلة لا يمكن تصورها هذا يضغط على كل الأطراف لأن هناك مهما كانت الحرب هناك محاولة لتمجيد سيد عثماني حتى نستسيغ الفكرة على المستوى المنطقي لها الأغراض الإنسانية والبواعث الإنسانية ربما تكون أمراً فارقاً في دفع كل الطرفين على الذهاب إلى خيار تفاوض أكثر جدية أو إلى وقف لإطلاق النار بينما هناك طرف أصلاً منذ اللحظة الأولى هو يسيطر على المرافق الصحية بأكملها ويستخدمها أقرب إلى الوحدات والمنشآت العسكرية يتمركز في المناطق السكنية ويتعامل مع السكان المدنيين كما لو كانوا دروعاً بشرية ثم نراهن بعد ذلك على أن هذا الطرف ربما سينظر إلى المعاناة الإنسانية التي يتكبدها السودانيون باعتبارها عاملاً ضاغطاً عليه لا طبعاً هو لا ينظر من هذه الزاوية لا ينظر لمعاناة المواطنين بالدليل أنه هو موجود في بيت المواطنين وموجودة داخل بيوت المواطنين وليس في الأحياء والشوارع داخل بيوت المواطنين لكنه ينظر إلى الضغوط الدولية التي تأتي من مثل هذا المسلك يعني هو يراعي أن هناك كثير من المطالبات الدولية وهناك الضغوط الدولية التي تطلب من الدعم السريع الخروج من بيوت المواطنين هناك كثير من هذه الضغوط الذي يمكن في نهاية أن تؤثر على وضع الدعم السريع وقد تؤدي إلى عقوبات دولية توجه لقيادات الدعم السريع والدعم السريع كمؤسسات وهذا بالتأكيد سيضر كثيرا بالدعم السريع فإذا حتى ولو لم يراعي الدعم السريع المسائل الإنسانية لكن ارتدادات هذه المسائل الإنسانية يؤثر على الدعم السريع وأعتقد أن هذا واحد من أقوى الملفات التي تؤثر على المحاوضات المقبلة أو حتى المحاوضات في أي منذ آخر كان يفترض كما تصور بعض السودانيين أن يتم التعامل مع عنصر الوقت باعتباره ربما يكون عنصرا ضاغطا بحكم أنه يفترض على قوة غير نظامية أن تخول قواها مع استمرارية وديمومة القتال على مدار طوال هذه المدة منذ الخامس عشر من شهر أبريل وساعتها يمكن أن يقدم تنازلات أكبر بكثير مذعنا لخيارات التفاوض أو السلام لكن هذا لم يحدث كيف يمكن تفسير هذا التناقض بين عنصر الوقت الذي كان يفترض أن يكون ضاغطا في ديمومة واستمرارية عمليات التسليح التي تقدم وبين استمرار العمل العسكري المسلح حتى هذه اللحظة نعم أنا أعتقد أن هناك مشكلة بالنسبة للجيش السوداني في التعامل مع الوضع الراهن هناك حساسية عالي جدا الجيش لا يستطيع أن يستخدم كل قواته لأن الدعم السريع يقاتل من داخل غرف نوم المواطنين وهذا الأمر يجعل من المشقة بمكان استهداف قوات الدعم السريع لأن أي استهداف قد يؤدي إلى أضرار كبيرة للمواطنين والجيش يحاول أن يرأي هذا الجانب بحيث يقوم بعمليات متدرجة وبطيئة لكنها في النهاية تحاول أن تحافظ على الحد الأدنى من الأضرار التي يمكن أن تؤدي لإضراب المواطنين في كل الأحوال أنا أعتقد أن طبيعة الصراع الآن بين الأطراف بين القوات الجيش والدعم السريع تمتعددة المسارات على وتعالى الوضع الإنساني الذي يضغط على الدعم السريع من حيث الإدانات الدولية في استخدامه المواطنين كدروع بشرية هناك أيضا الملف الذي يمكن أن يتحرك في أيام قلائل ويؤدي إلى وضع معقد جدا إذا تم وضع الدعم السريع تحت طائلة إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وهذا قد يؤثر حتى على وحد التقاوم جدا باعتبار أنهم قد يكونوا جزء من هذا الاستهداف من وسط المحكمة الجنائية الدولية وهذا أيضا ناتج لأسباب إنسانية تتعلق بالطريقة التي أدار بها الدعم السريع الحرب خاصة في منطقة الجنائية حيث ارتكب تطهير عرقي لمجال الإنكاره وارتكب جرائم جدا الإنسانية ودونت ورصدت بواسط المنظمات الدولية كل ذلك أنا أعتقد يؤثر على مشهد العام في هذه الحرب اليوم عندما عقدت جلسة مجلس الأمن الدولي وكان الزملاء يعرضوا لجانب من هذه اللقطات لمداخلة ممثل السودان في هذه الجلسة تقريبا ليس هناك مسار واحد على المستوى الجغرافي إلا ويشهد انتهاكات وانتهاكات كبيرة حضرتك أجرت إلى بعضها في غرب دارفور وهناك في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق في مناطق عدة والمعاناة ممتدة على مستوياتها المختلفة على المستوى العسكري وعلى المستوى الصحي والإنساني وعلى مستوى موجات النزوح وهذا لم يغير شيء من فلسافة مجلس الأمن الدولي في التعامل مع ما يجري في السودان هل تمتلك القوى الفاعلة داخل المجلس خيارات أخرى يمكن أن تكون أكثر قابلية للتطبيق والضغط؟ نعم نتبع معك أن المجلس الأمن لم يكن في مستوى الذي كانت عبرت عنه وكالات تتبع أو منظمات تتبع للأمم المتحدة وعبرت عنه دول كثيرة من ضينها الولايات المتحدة يعني اللغة التي استخدمت في مجلس الأمن تبدو أقل كثيرا من ما رصد من جرائم التكب الوسط الدعم السريق خاصة في منطقة الجنينة كانت هناك بيانات قوية جدا من وزارة الخارجية الأمريكية من المتحدة الوروبي من الأمم المتحدة من مرضى من لجنة القوية واللسان في جينيف لكن الآن العبارات التي استطعت في مجلس الأمن تبدو كما لو كانت تدعون معه فأنه أمر طبيعي وليس أمر استثنائي يحدث أمام مشهد العالم لكن في تقديري هذا لا يقلل من أن هناك خلف الكباريس إجراءات دولية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بصورة إحادية لانتقاط عقوبات ضد بعض الأجهات أو الأفراد لداخل الدعم السريع وأن هناك إجراءات أيضا في المحكمة الجنائية الدولية وأن هناك مزيد من الإدانات الدولية التي قد تظل خلال الفترة القادمة وتغير تماما من طبيعة التعامل مع قوات الدعم السريع كطرف في النزاع إلى وضع قوات الدعم السريع تحت الإدانة الدولية وأنها لا تختقل أن تكون حتى طرف في النزاع بمعنى أن هذه المفاوضات لا تشمي طرفين متكافئين بقدر ما تشمي الطرف حكومي هو لمثل السيادة والشرعية وطرف آخر مدان دوليا في جرائم شكرا جزيلا لك من العاصمة المصرية القاهرة الأستاذ عثمان مرغاني الكاتب والمحلل السياسي السوداني شكرا جزيلا لك